أما هلأ هاي دينتا أننا لمحطتنا الأخيرة وأكيد رح يكون خطامها مسك ورح نصلت في الضوء على أنشطة اتحاد الناشرين السوريين واللي عقد يوم السبت الماضي مؤتمره في مكتبة الأسد الوطنية تحت شعار الكتاب مسؤولية نعم أكيد مشاهدين أنشطة اتحاد الناشرين هي أحد روافد المشهد السوري الثقافي من خلال أنشطة الطباعة والنشر والمشاركة بالعديد من المعارض المحلية والعربية وأيضا الأنشطة المتعلقة بالقراءة نحن نخدم مشاهدين مع محطة ثقافية وأدبية وبساعدنا أن يكون ضيفنا لليوم السيد هيسم حافظ رئيس الاتحاد الناشرين السوريين صباح الخير أستاذ أهلا وسهلا فيك سبحان خير صباح المؤتمرات صباح الإشراقات الظريفة صباح القراءة صباح الخير صباح الخير أستاذ وأهلا وسهلا فيك دعونا بما أنه ذكرت المؤتمرات نبدأ بالمؤتمر يلي صار يوم السبت الماضي دعونا نحكي عن أهميته نحن بالنسبة لنا كاتحاد ناشرين سوريين لدينا مؤتمر سنوي دائماً هذا المؤتمر السنوي يرصد نحن شو اشتغلنا ويضع قصص للأعمال اللي بيبالنا أنه نحن ننفذها في العام القادم لكن نحن تقريباً من حوالي ثلاث سنوات أربع سنوات كان عم يكون الهدف تبع اتحاد الناشرين السوريين هو دعم المجتمع السوري مو بس الناشرين لذلك كانت المؤتمرات دائماً عم تقول وعم تنطلق من خلال رؤية حضارية مو بس للناشرين السوريين يعني نحن انطلقنا بهمنا صار همنا هم مجتمعي ونحن صارنا مو بس عم نشتغل على المجتمع المثقف أو على النخبة الثقافية أو النخبة اللي تهتم بالثقافة وتعملها لا نحن عم نحاول أنه قدم هذه الخدمات لكل المجتمع اليوم اتحاد الناشرين السوريين عم يشتغل في موضوع القراءة بشكل فاعل وشكل مهم وشكل له كتير فاعلية من خلال دعم صناعة النشر من خلال بعض الناشرين ومن خلال الناشرين والاهتمام فيهم لكن كمان عم نركز على دعم القراءة واليوم مجتمعنا عندما نقول مجتمع سوريا تقرأ أو سوريا يقرأ فنحن عم نركز على هذه الخاصية بشكل كتير مهم وعم نحاول بقدر المستطاع أنه ندخل إلى كل أطياف المجتمع إن كان المثقفين إن كان الطلاب وبالذات الطلابة عم نأسس إنهم بشكل كتير مهم وكتير أساسي وعم نركز على الشباب الشباب إن كان الشبب القارئ أو الشبب المؤلف عم نحاول نعزز فيهم كمان صفة إنه التأليف والإعداد والقراءة بشكل أكبر وعم نحاول قدر المستطاع أن نميها لأن نحن في بعض الأحيان نجحنا في بعض الأحيان لم نقدم أو لم نستطع أن نصل لما نصبه إليه لكن هدفنا دائما العمل وقت نحن نركز على الشعار اللي حطينا هالسنة هيوه هيكون شعارنا للسنة القادمة كلها ما بين 24 لجزء من 2025 وقت منقول الكتاب مسؤوليتنا فهذا حقيقة عم نحاول نقدم الرؤية الحضارية للقراءة لمجتمعنا بأبهى وأحلى صورة تماما أستاذ هيسم عم تحكي عن الشعار اليوم الكتاب مسؤوليتنا عن الشعار المؤتمر كيف تم اختيار هذا الشعار وشو هو المسؤولية اللي بيحمل كونيا هاليوم حلو نحن نقوم 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 نق كتاب على مستوى عالي. كمان مسؤوليتنا ايضا بخليني اقول ايصال هذا الكتاب الى المحتوى تبعه بشكل الايجابي والمفيد. يعني نحن اليوم مسؤوليتنا تكون متعددة ومتعددة الاطراف ومتعددة الاهداف. نحن اليوم مسؤوليتنا ايصال القراءة وما تحتوي هذه القراءة. يعني ليس فقط نحن اليوم ان نصل بالكتاب لا. نحن اليوم هدفنا تنمية مجتمع. تنمية اقتصادية. ارتقاء. تنمية ثقافية. تنمية اخلاقية. تنمية فكرية. تنمية بكل ما تعني كلمة هذه المعنى من تنمية. ونحن اليوم يعني انا بدي اكد و اكدت هذا الكلام بكلمتي بالمؤتمر. نحن اليوم سوريا قادمة الى اعادة اعمار. وقت منقول اعادة اعمار فنحن اليوم بدنا نشتغل كل هاتنا. العامل والموظف والطبيب والمهندس والناشر والقارئ والكاتب الى اعادة اعمار هذه البلد. اعادة اعمار هذه البلد معناتها مو بس نحن بدنا نعيد الاعمار في عنا مشافي. لازم يكون في عنا مشافي حديثة. لازم يكون في عنا مدارس حديثة. رؤية خدمية كمان حديثة. وقت منقول رؤية خدمية حديثة مناتها لازم يكون في عنا مكتبات. لازم يكون في عنا دور نشر. لازم يكون في عنا مكتبات عامة تليق بمجتمعنا. يعني هذا هذه الرؤية الحضارية اللي نحن عم نطالب فيها. لازم اليوم كل مول جديد يقام لازم تقام فيه مكتب. يعني نحن اليوم عم ننادي يا جماعة بدنا وقتنا ننمي الثقافة. بدنا نرفع من السويتة. لازم يكون في عنا مكتبة. مكتبة تختص بالكتوب وبالقراءة وتقدم الكتب بشكل كامل. لازم يكون في عنا بكل مول تصوري انت اليوم نحن بخلال مثلا سوريا خلال مثلا عام الفين وخمسة وعشرين طلع عنا مثلا مو نحن عم نقول إعادة عمار طلع عنا مثلا افتراض سبعمائة مول خلال مثلا سنة الفين وخمسة عشرين. أنا بحكي سوريا تصوري بهدول السبعمائة مول صار في عنا سبعمائة مكتبة. كل مكتبة هدفت إلى مثلا ايصال الكتاب إلى ألف قارئ. فنحن صار عنا سبعمائة ألف قارئ جديد. أنا عم بعطيكي رقم بسيط جدا جدا جدا. لكن انت تخيلي هدول السبعمائة وينتشروا بخلال العشرين مليون انت عم تحكي على سبعة أو ثمانية أو عشرة بالمية من مجتمع صار قارئ. مين صنعوا؟ إعادة الأعمار. إذا اليوم نحن حقيقة لازم نشتغل كليتنا إلى إعادة الأعمار بشكل إيجابي وشكل ممنهج وشكل سليم. هنا تنطبق عليها الكتاب مسؤوليتنا. هل مسؤوليتنا نحن ناشيرين؟ مو بس نحن مسؤولية الكتاب. مسؤوليتكم أنتو كعلام. اليوم تتركزوا على فكرة أن هذا الكتاب يجب أن يطوب. يجب أن يصل. يجب أن تكون الكتاب لا يقل أهمية عن الغذاء ولا يقل أهمية عن الصحة ولا تقل أهمية عن حتى كل احتياجات الناس وكل احتياجات المجتمع لازم تكون القراءة هي أهم وأحد أسباب القوة الكامنة لمجتمعنا من خلال القراءة. ونحن اليوم القراءة نحن مع القراءة بكل أطيافة وبكل أبعادها لكن نحن مع تطويرها وصناعتها وإصالها للشباب. اليوم بدنا نعمل نقول مجتمعنا مجتمع فتي تمام ومجتمعنا مجتمع شاب. هذا المجتمع الشاب يجب أن يكون مجتمع مسقق. يجب أن نعمل كل هاتنا. وإنتو الأعلاميين أهم شي بهذا الرؤية يلي خليقون الكتاب شو مسؤوليتنا. أكيد مسؤوليتنا. أستاذ ذكرت كثير عن أهمية النشر اليوم نشر الكتاب إن كان بالمولاد إن كان بجميع إنحاء سوريا. وتم مناقشة هذا الموضوع بالمؤتمر يلي صار هو واقع صناعة النشر بسوريا. خلينا نحط أكثر بهذه الصورة صناعة النشر بسوريا قديمهم وكيف ممكن يتم. حلق شوفي صناعة النشر بسوريا مثل مثل أهم مفاصل الحياة بالمجتمع. نحن اليوم كناشرين عما نحاول نكون موجودين بكل خلينا نقول مفصل من مفاصل المجتمع. إن كان وتقام مثلا بعض المعارض بمراكزنا الثقافية إن كان مراكز الثقافية بدمشق أو مراكز الثقافية بحمص أو مراكز الثقافية بالأرياف. نحن نحاول قدر المستطاع بكل المحافظات أن نحن نكون موجودين من خلال المعارض التي نحن نقوم فيها أو من خلال المعارض المهم والأهم اللي يقام بسوريا معارض مكتبة الأسد. نحن نحن نتواجد بكل مفاصل المجتمع. لكن اليوم أنا بدي أكد لك الظروف صعبة نعم الظروف صعبة. لكن نحن نحاول كناشرين أن نحن بضل هذه الظروف الصعبة أن نصل إلى كل قارئ إلى كل بيت. وهذه مسؤولية كثير كبيرة. ومسؤولية أحيانا مناطة بالشكل العام هي مناطة بالوزارة الثقافية أو وزارة الإعلام أو الناشرين السوريين. لكن حقيقة هي مناطة بكل المجتمع. مناطة مثلا وهي أنت اليوم مسؤوليتك تتوجهي ابنك تتوجهي بالقراءة. يعني اليوم أكيد كل أمهات سوريا يتمنوا أن يكون أولادهم مجتمع قارئ. كل المدرسات والمدرسين بيتمنوا أن يكون طلابهم طلاب تقرأ. اليوم كل الدكاترة والكبار المجتمع بيتمنوا كمان اليوم بالجامعات. وكل الجامعات والهيئة التدريسية بالجامعة تتمنى أن تكونوا الطلاب طبعونا هم تقرأ. هذا الحراك هو مرد من أكد هو تنمية. هي تنمية لصناعة النشر بس؟ لا. هؤلاء هي هدفا تنمية صناعة النشر. لكن من مضمون عام والأشمل هدفا تنمية مجتمع سوريا. نحن اليوم الناشرين سوريين و عم نقول يا جماعة بدنا دعم لتنمية صناعة النشر بسوريا. ما عم نقول لأنه نحن بدنا دعم لتنمية النشر السوري لا. لأنه نعم نقول دعمنا تنمية المجتمع اليوم أنت قديش تفرحي وهذا أنت بتمشي بالطريق تشوفي طلاب مثلا ماسكين كتاب وعم يقرأوا فيه أي حدا اليوم بيظل السوري الميديا والموبايل ماسك كتاب فهو شخص مميز تفرح عن جدا ما بتشوفه مهم ومميز ولو مستقبل بارز ونحن بسوريا نحن بالأساس سوريا مجتمع قارئ بأساس مجتمع مصقف يعني إلا أنت شفتي حتى السوريين اللي طلعوا برات سوريا للحاجات الاقتصادية اللي عم تطلعين عما نسمعنا هنا كلاتنا بالسوشيال ميديا وبالأخبار مجتمع شو؟ مجتمع مبدع مجتمع بارع هذا المجتمع الحضاري المبدع هو أساسه شو؟ أساسه من أمي وأمك وقت كانوا يقرأوا يقرأوا شو؟ ليست القراءة أحيانا هي قراءة فقط هي قراءة أحرف قراءة الحياة اليوم هذا نحن مطلوب منه نعيد هذا المجتمع ونبرس فيه ونرفع من سويته كلنا نرفع من سويته إن كان بمعرض يقام في دمشق أو في حمص أو في حلب أو في لادقي أو حتى خارج ونحن بالمعارض العربية التي نطلع فيها نظهر حضارتنا وثقافتنا وتقلقنا لكن اليوم الناشر السوري البطلي من عام 2011 للعام 2025 لم تغب سماء الناشر السوري وحضور الناشر السوري عن المعارض العربية دائما هذا أليس هو إنجاز أليس هذا شيء يرفع من سويتنا نحن كمجتمع حضاري إذن نحن رغم كانت الظروف الصعبة رغم الحرب رغم الحرب الإرهابية القاسية كنا نحن عم نكون موجودين ضمن مجتمع عربي متطور ونحن عم نقول نحن ناشرين سورين أحد ركائز تطور المجتمع مو بس السوري العربي هذا يلي هو نحن اليوم عم نقول بنا نرفع هذا المجتمع ونقول الكتاب مسؤوليتكم أكيد انتم المجتمع كلها مسؤوليتكم مو بس مسؤوليتنا مسؤولية الكل هيا لهذا المقصود فيها أكيد بالختم شكرا إلى كل كلامك الحلولة اليوم الأستاذ هيسم حافظ رئيس الاتحاد الناشرين السوريين دايما منقول بالقراءة نرتقي أهلا وسهلا بك أستاذ شكرا لك أستاذ والكتاب مسؤوليتكم أكيد شكرا لك أستاذ هيسم منورة